أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطوعة أكد على هامش لقائه رئيس محكمة التمييز بالجمهورية التركية المستشار إسماعيل أوروستو أن القضاء الكويتي مستقل ومشددا على أن القاضي لا سلطان عليه وفقا لما نص عليه الدستور المستشار المطاوعة أوضح أن اللقاء تطرق إلى بحث سوبل تبادل الخبرات القضائية بين الكويت وتركيا فضلا عن تطرقه إلى أهم العقبات التي تواجه المواطنين في البلدين لا سيما عملية اللجوء إلى القضاء ومعالجة بعض إجراءات التقاضي